أولي الحديث عن صدمتهم بهذا الرحيل المفاجئ معي الممثل الكوميدي محمد خساني محمد تعزين الخالصة تفضل مباشرة السلام عليكم إنا الله وإنا رجعون نعدي كل شعب الجديد يري في هذا الفنان الفنان العظيم اللي كان يشارف أن يتعامل معه ما يرحمه ما يرحمه أبلاحه هذه صلة الحياة أجلة ربي يرحمه نظن العمل اللي اشتركتوا معاه كان أيضا مع هويري جديد رحمه الله أيضا بودو بودو مشي كما كنتم معكم مشي من ما تناهضروا هذي إنسان طيب متواضع في الفلاتون سيري ما عنداش دعوة هو معروف على البعض يخدم كأنه اليوم بدأ يخدم وتربية ويفاش يتحكم عنه كيفاش يحبك أهلاز خاصة أني خدمت معكم في بداية تاوعي مثل خيلة بودو حسان لا هذا محمد خساني 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 صحف طورك أنا نوال زعتر نوال زعتر خطي صحف طورك هاي سلمك اسمح لي قطعتك لأنه ضروري نقول نقطة نوضح نقطة يعني أراني غايرة منك أنك الحياة قولوا اسمح لك باش تعاملت مع هاد العملاق هاد الفنان الكبير أنا في كل مرة صدقني هاولك في الحصة اللي فاتت قال لي دايما نقول لهم وزعوا نوال معايا نوزعوا نوال معايا جامي وقلوا إن شاء الله قلت له إن شاء الله تبراه ونديروا ما شغل عاشر ونديروا عشرة عاشر شوف يعني سيدين سوفان يعني دي كوميديا اللي يتمنى ويتلاقا وما يتلاقاوش ما الصعب الصعب والله العادم كما كنا نقوله إلا ماتاو ما نعطوش لفنان حقا يعني بلاحة رغم النجومية تاعة رغم الله رب يرحمه رغم النجومية تاعة رغم حب الجمهور ليه كل أعمال اللي يخدم فيها هو صوفها كل أعمال يعني من البداية يكون الحلاوات على العمل صحيح كل أعمال ما يكون مليح بلاحة توجه بحلاواتها بليتكنيك تواعيه غيبه غيبه كباش يظه يعني عمره ما تدحقه في هذه البلاد يعني بلادنا كبيرة وبلدنا بلادنا اللي هموهاش اللي هموهاش بلادنا نحن ولكن كيم بزاف بلاحة كيم بزاف بلاحة كيم بزاف كيم خطين تيناوال كيمة عزيف بكروني كيمة بزاف النالي كيمة بزاف شباب ماذادينا نتعلمون الشعب الزمهور يجيد يشوفهم مش يحتين موت من بعد بلاحة رب يرحمه فعدمو الله بروس ولكن بسمنا لي اليوم جاعدين نعطوهم قيمتهم من يكونوا بالحياة نعطوهم يقيمتهم من يكونوا بالحياة ربي يرحم بلاحة أنا من يجلي اللوم بروك راعدمو الله ربي يرحمه ربي يرحمه جميع ورب يتصبر أهله آمين شكرا لك محمد خسني وتعزين الخالصة لك أيضا لأنك من المقربين منه رحمه الله